السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمال لسلسلة عمل نظام حركة السيارة توقفنا في الفيديو السابق عند عمل جسم السيارة وأخبرتكم أني في هذا الفيديو سأريكم كيف تجعلون هذا الجسم جسم السيارة يتفاعل مع السطح ومع العجلات ومع كل شيء إذا ضغطت الآن واحد أو ثلاثة مثلا وضغطت Space لبداية الأنميشن تلاحظون أن العجلات تتفاعل مع السطح ولكن جسم السيارة لا يتفاعل مع السطح فهو لا يصعد ولا ينزل ولا أي شيء هو ثابت راحظون ذلك وهذا غير منطقي بكل تأكيد الآن نجعل هذا الجسم جسم السيارة يتفاعل مع العجلات كذلك نبدأ مباشرة أتي الآن إلى هنا ثم Shift-C لإعادة كرسل إلى المنتصف ثم Shift-A ثم ماش ثم بلاين أضغط الآن سبعة وأضغط Z لرؤية الواير فريم ثم أحركه إلى منتصف السيارة تقريبا إلى هنا ثم أضغط Tab ثم أخذ كل النقطة وأضعها تحت عجلة من العجلات ثم الآن أضغط Tab الآن أخرج إلى الـ Object Mode ومن الواي فريم إلى الـ Solid Mode ثم بعد ذلك أنزل هذا عن طريق ضغط J وأسحبه إلى أسفل هذه العجلة إلى هنا وهكذا ثم كذلك أسحب هذا J إلى فوق العجلة فوق هذه العجلة بهذه الطريقة ثم Ctrl-S حتى أخذ المشروع ثم بعد ذلك أعمل Parent بين هذا وهذا بحيث يكون بنفس طريقة عملنا لـ Parent بين هذه العجلة والنقطة التي أسفل منها أضغط هذه الـ Shift وأضغط هذا ثم Ctrl-P ثم Object ثم أذهب بنفس الطريقة إلى الـ Instancing هنا في الـ Object Info أو ما شابه Object Panel أو ما شابه أأتي إلى هنا ولا أجعلها Verts أجعلها Faces حتى تعمل Duplicates لكل Faces من هذه لكل سطح من هذا ولو جعلتها Vert لو أضعت أربعة واحد عند كل نقطة لأريد ذلك أضع Faces ستلاحظون أنها مجرد سطح وحيد لذلك سيكون Duplicate وحيدة فقط ثم أأتي إلى الـ Modifiers هنا وأضغط وأضيف Ray Modifier لكن في هذه المرة العدد لا ينبغي أن يكون تنين واحد فقط أحتاج Relative Offset أضفئها Constance Offset أو لا أحتاج لا Relative Offset ولا Constance Offset ولا أي شيء من هذا فقط علي الآن أن أعمل ShrinkRub Modifier أضغط هذا السطح ثم أأتي إلى ShrinkRub في نفس الطريقة ShrinkRub ثم بعد ذلك أأتي بهذا السطح أجعله هو الهدف وتلاحظون أنه صعب إلى هنا ثم Near Surface أحولها إلى Project ثم Z وتلاحظون النتيجة هو متقدم بعض الشيء وربما حتى مائل وصراحة لا أدري لماذا يتقدم ويميل بهذه الطريقة ولكن فقط علي تأخير هذا من طريق ضغط J وسحبه إلى الأمام إلى الخلف بهذه الطريقة حتى يصير هذا بشكل جيد ولا أظنه مائل أظنه جيد نعم هو جيد كل شيء جيد ثم Control S ثم بعد ذلك ما علي الآن إلا أن أعمل Play للأنيميشن وستلاحظون كيف أنه يتفاعل مع السطح أضغط الآن Control 3 لرؤية السيارة من الأمام ثم الآن إذا ضغط Space لبداية الأنيميشن تلاحظون الأنيميشن تلاحظون الآن النتيجة الرائعة Space أوه ها 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 أقصد شيء تبدو طبيعية جدا وكأن هذا كأنها سيارة حقيقية كذلك إذا ضغطت الآن إذا أتيت إلى الـ Rendered View هنا فتلاحظون أن هذا السطح سيظهر هو يظهر الآن نحن لا نراه لكنه ظاهر هنا هو هنا ولن نريد ذلك بإمكانك أن تأتي إلى هنا وتأتي إلى Display Instancer وRender Instancer بإمكانك إذا أردت إخفاءة هنا أن تضغط Display Instancer وإذا أردت إخفاءة في الـ Render لما تضغط F12 من أجل الـ Render لا يظهر فأضغط Render Instancer لا أريد أن يظهر في كلاهما لأن انتهيت منه لذلك أزل تعليم عن Render Instancer حتى لا يظهر في الـ Animation النهائي وDisplay Instancer في الـ Viewport ثم بعد ذلك أضغط Shift-Left Arrow وذلك Shift-Left Arrow وذلك لـ Shift السهم الذي يعود إلى الوراء ثم أعرض الـ Animation من الجديد أضغط Alt-A ثم Space وأرى النتيجة ربما أزيد من سرعته بعض الشيء حتى أرى التفاعل مطلق J إلى ميتين سنجعل S ثم Space ستلاحظون كيف يتفاعل تستين تستين نذهب الآن ونرى كل ذلك في Blender 27 وقد رأينا في المرة السابقة أن Blender 27 لن ينجح في في جعل هذه العجلات تدور ولست أدري لماذا الدرايفر لم تعمل بشكل جيد نعم لذلك الآن سأركز على تفاعل جسم السيارة فقط أضغط الآن Shift-C لإعادة الكرسة الثلاثية الأبعاد إلى المنتصف أو ما سأفعله هو شيء آخر رائع أأتي إلى File ثم Append ثم أأتي إلى مشروع هذا وهو مسمى هنا 2.8 بلا 2.8 ثم أأتي إلى Object ثم أستورد جسم السيارة الذي هو المكعب فيأتي جسم السيارة هنا في الأسفل في المكان الذي أريده بالتب لأتي الطريقة وقد حصلت على هذا المجسم من المشروع الآخر الآن بعد أن أعمل Instancer وكل تلك الأمور سأأتي إلى هنا وأعدله في المقدمة لكن لا أريد ذلك الآن أضغط الآن Shift-A Mesh plane بنفس الطريقة أضغط 7 هناك بعض الاختلافات صغيرة جدا بين Blender 28 و Blender 27 ولذلك قررت أن أعملها في Blender 28 و Blender 27 أضغط Tab J أحرك إلى هنا Tab مرة أخرى ثم أأتي ثم B Alt-A Alt-A كم نسيت على Blender 27 أضغط A لإزال تحديد B أعدد هذه النقطة أضغط Z ثم 7 ثم G وأسحبها إلى هنا Tab لأخرج من Edit Mode Z ثم بعد ذلك أضغط 1 وأسحبه إلى أسفل هذه العجلة بأتي الطريقة ثم بعد ذلك أعمل Parent بين هذا وهذا أحدد جسم السيارة أولا السطح أخيرا ثم Ctrl-P ثم Object ثم OK ثم بعد ذلك أتي إلى الإعدادات الخاصة بهذا السطح هنا في هذا المكان ثم أتي إلى Duplicate وتلاحظون أن Duplication وتلاحظون أنه اختلاف في الإسم Instancing و Duplication نفسها ثم أتي إليها وأجعلها Faces ثم بعد ذلك ما علي سوى أن أعمل Modifierين Array Modifier أجعل العدد واحد ثم بعد ذلك ما علي إلا أن أضيف ShrinkRub Modifier بنفس الطريقة أتي لهذا إلى هنا ثم أحوله إلى Project و Z ثم أضغط واحد وأرى النتيجة كل شيء جيد في Blender 27 فقط أضغط Tab ثم أضغط Z ثم أضغط A لإزال تحديد عن كل شيء B وأحدد هذا الجزء في المقدمة هنا وأصحبه J وأرى النتيجة الآن بعد نعم جيد J ثم Tab ثم كل شيء جيد الآن ما علي إلا أن أضغط Ctrl-S ثم بعد ذلك Z لخروج إلى Object Mode هذا Solid Mode ثم بعد ذلك ما علينا سوى تشغيل Animation عن طريق أولا نستحدي Animation لأننا لم نعمل Animation في المرة السابقة لذلك أضغط الآن I هنا Location أتي إلى 250 أو ربما 180 فقط ثم J X أو لم أعمل Parent بين هذا وهذا Shift ثم Ctrl-P ثم Object الآن ما علي إلا أن أضغط J و أحرك على محور X إلى هذه الدرجة ثم I ثم Location كذلك ثم أتي الآن إلى هنا وأبدأ بعرض Animation عن طريق ضغط Alt-A في Blender 27 وليس Space تلاحظون الآن نتيجة إذا ضغطت Ctrl-3 فتلاحظون أنه يتفاعل بشكل جيد وبشكل رائع جدا مع السطح تلاحظون أن كل شيء جيد العجلات تدور الجسم السيارة يتفاعل معها في السطح لكن هناك مشكلة المشكلة هي أننا لا نستطيع تلف هذه العجلات لأنها كلها مرتبطة بعجلة واحدة هنا في الأسفل وكما تلاحظون إذا لففنا وأدرنا محور ZR فكل العجلات ستدور وهذا غير منطق لأن العجلات لا تدور بهذه الطريقة Ctrl-Z تدور العجلات الأمامية فقط وهذا ما يقودنا إلى الفيديو القادم بإذن الله سنتعلم كيف نجعل العجلات الأمامية مستقلة عن العجلات الخلفية وجعل العجلات الأمامية قابلة للدوران ثم بعد ذلك أريكم طريقة لجعل العجلات تدور يمين وشمال كلما دارت السيارة هذا موضوع الفيديو القادم هذا كل شيء بالنسبة لي يوم إذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب اضغط الجارس شاهد كل هذه الفيديوات التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر